قادت مصر جهودا دولية خلال الفترة الماضية استطاعت من خلالها أن تزيد من أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري خلال الفترة الماضية كانت أعداد الشاحنات التي تدخل القطاع تتراوح ما بين 20 إلى 70 شاحنة وفي أفضل أحوال تكون 100 شاحنة لكن مؤخرا نجحت مصر في أن تزيد من أعداد هذه الشاحنات إلى ما يقارب 300 شاحنة يوميا ومن المتوقع خلال الأسبوع المقبل مع بداية أن تزداد أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وكرم أبو سالم من أجل أن تلبي احتياجات القطاع المتزايدة بشكل كبير يوميا مع الحرب الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع يتزامن ذلك مع الجهود المبذولة من مصر أيضا من أجل أن يدخل أعداد من المصابين الفلسطينيين للإعلاج في الأراضي المصرية في مختلف المحافظات المنتشرة في ربوع الجمهورية وكذلك السماح بإدخال مزدوجي الجنسية وكذلك المصريين وتقدر أعداد الذين دخلوا إلى مصر عبر معبر رفح خلال الفترة الماضية بنحو 100 ألف شخص يتزامن ذلك مع كل الجهود الدبلوماسية المبذولة من مصر حتى يتم العمل على وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وحماس من خلال مفاوضات غير مباشرة ما بين الطرفين أحمد مصطفى الغد شمال سينا